قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنساش تشترك في القناة واتفعل زر الجرس وياريت تشترك في قناتنا الاحتراطية كاريكاتون بالعربي اللي هتلاقي رابط بتاع فسندول وصف تحت ولكل محبين المانجا هتلاقي رابط قناة مانجا تون في فسندول وصف تحت بتبدأ قصتنا في اعماق كهف مزلم بيعيش فيه تنين ضخم شجير اسمه ريفندا عمره 5000 سنة وبنت صغيرة اسمها لنزي عمالة تزعجه وبتطلب منه ان يتقبلها كتضحية من القرويين في محاربة جيش ملك الشياطين لكنه رفض يكلها لانه في الحقيقة ما عندوش قوة ضخمة زي ما هي فكرة ولا حاجة ده غير انه بيأكل اعشاب بس وما بيأكلش لحم اطلاقا وما عملش اي حاجة في حياته وما عندوش اي انجاز غير انه عمره 5000 سنة لكن لنزي بتصر على انه هو يكلها لانه الوحيد اللي يقدر على ملك الشياطين ده غير انه ما عنداش اي مكان ترجعله بعد ما بقت يتيمة وبعدها ارسالها القرويين علشان تضحي بنفسها وبتجهز لنزي نفسها علشان يقتلها التنين ويأكلها لكن التنين ريفندا بيلاحظ قوة لنزي السحرية اللي هي ما تعرفش عنها اي حاجة اصلا ومثل عليها انه خلاص التهم روحها وانه مش محتاج يأكلها وده اللي حسسها انها خلاص تم التهم روحها وقرر التنين بعدها يوصلها لقريتها وكل القرويين كانوا خايفين منه جدا والتنين ريفندا بيحاول يظهر لهم انه هو شرير لانهم لو عارفوا انه هو طيب وما بيأزيش هيضوا عليه وقرر التنين ريفندا انه خلاص التهم روحها وما فيش داعي يرسلوله اي حد تاني فجأة بيظهر ولد اسمه اودي وبدأ يهاجم التنين لانه اكل روح لنزي وعلى رغم من منع القرويين ليه لكنه مصير ينتقم من التنين الضخم وبيفضل يعيط وانه المفروض هو اللي يتم التضحية بيه لكن ابو ارسلها مكانه بسبب نفوزه في القرية وفجأة ساعتها بيتم الهجوم على القرية بعدد كبير جدا من الزئاب اللي بيقدروا يكونوا ظلال سحرية مخيفة ارسلهم ملك الشياطين على القرية وفجأة بيحطوا التنين الضخمة علشان يستعدوا للهجوم عليه وبسبب ان لنزي واثقا ان تم التهام روحها خلاص قالت للتنين انه من هنا ورايح هتكون تلمسته وهو هيكون المعلم بتاعها وما فيش داعي يتعامل مع الزئاب لانهم مش من نفسه قوته وانه قوته ضخمة جدا ما تستدعيش انه هو يهاجمهم وفجأة بتقرر مهاجمة الزئاب بنفسها والتنين ريفندا حاسس ان لنزي بقوتها دي تعتبر اقوى قوة سحرية شافها من 5000 سنة وقدرت لنزي تهجم على الزئاب وتسيطر عليهم وقدت عليهم كلهم بقوتها الجبارة بعدها القرويين قرروا يعملوا حفلة علشان يشكروا التنين ريفندا وبعدها بينحاني اودي وبيطلب من التنين انه يرجع روح صديقته لنزي ولما حاول التنين يفهمه انه ما خدش روحها ولا حاجة لكن اودي ما كانش عايز يسمع ابدا وكان رافض يفهم كلام التنين ريفندا ولسه مصر ان التنين شرير وانه اخد روح صديقته لنزي حتى لنزي لسه مصر ان تمت سرقت روحها من التنين الشرير وانها بقت تلمسته بعدها سرقت لنزي من منزل اودي ملابس وانطلقت على ظهر التنين ريفندا واستخدمت سحرها علشان تعملوا اجنحة واتجهوا سوا علشان يدوروا على ملك الشياطين وريفندا ما كانش عارف يرجعها تاني لقريتها وده علشان يتجنب ما يحصلش بينها وبين القرويين اي حاجة وعلشان كده قرر ريفندا يبحثوا عن بلدة الاول وده علشان يقدروا يدوروا على اشخاص ينضموا لهم علشان يحربوا ملك الشياطين وقدرت تستخدم لنزي قوة الاستبصار علشان يلاقوا البلدة اللي اسمها باليو وقبل ما يوصلوا للبلدة بيلحظوا هجوم وحوش بتهجم عليهم وقبل ما يهبطوا على البلدة حتى اتعرضوا لكمين من الوحوش الطائرة واللي بيدفع عن المدينة مرعوبين من اطلاق النار على الوحوش فقامت لنزي بتجميع قوة هائلة من القوة السحرية القاتلة بتاعتها ونفختها في الوحوش القاتلة وقدرت تقضي عليهم وبنتعرف على الجنرال المدينة السيدة ايليونتي فقدمت نفسها لنزي والتنين وسألتهم لو يساعدوهم بعد ما شافوا قوتهم السحرية في القضاء على الوحوش وبعدها طارت لنزي علشان تقضي على بقية الوحوش الطائرة ونصحها التنين بالقضاء على سيد الوحوش الطائرة الاول لان ده اللي هيخليها تسيطر على البقية وبعد انتهاءها بتنام لنزي بجانب التنين وبتفضل تعايت وهي بتحلم بابوها بعدها التنين بيحاول يهديها ونامت بهدوء بعد اللي حصل ده شكرت الجنرال للتنين على نصحته ولما كانت لنزي نايمة اعترفت تنين ريفندا للجنرال انه ما عندوش قوة وانه ما يقدرش يهزم ملك الشياطين ولا حاجة لانه ضعيف جدا لكنه عارف انه هيكون صعب جدا على لنزي انها تتقبل الحقيقة وقالت له الجنرال انها مش بصدقة ان طفلة زي دي هتعندها كل القوة دي وحذرته انه ممكن في مرة تخنها قوتها وتحولها لتنين شرير حقيقي لكن اول ما الجنرال سألت التنين ريفندا هو ليه عايز يتخلص من ملك الشياطين عارف التنين ان الجنرال من قوات ملك الشياطين وبتطلع الجنرال سلاحها علشان تتخلص من ريفندا فبتصحى لنزي وبيتدفع عن التنين ريفندا فبيدفعها الجنرال لانها ما تعرفش تستخدم السلاح وقدرت الجنرال تضربها بسرعة وتقع وبتروح الجنرال للتنين بسلاحها وبتوجهه عليه لكنها بتتوقف وبتقوله انها كانت بتختبره مش اكتر وانها مش من جيش ملك الشياطين ولا حاجة وبتنصحه الجنرال انه ما يقولش لأي حد ابدا انه هو ضعيف ولازم يفضل مع لنزي علشان تقدر تحميه ويقدروا يتخلصوا كمان من ملك الشياطين وتاني يوم بتصحى لنزي وهي مش فاكرة اي حاجة من اللي حصلت انبارح وكمان مصدومة لما شافت التنين معلمها صغير في الحجم وده بعد ما الجنرال اقنعته بشرب جرعة تصغير حجمه لكنه اقنع لنزي انه عمل كده بقوته علشان يقدروا يكملوا رحلتهم بسهولة وطبعا البنت البارئة صدقته واخد التنين جرعة من الجنرال علشان يقدر يصغر نفسه لو المفعول بتاعها راح وانطلق الاتنين في رحلتهم مرة تانية بعد ما الاتنين سابوا المدينة وصل لنفس المدينة اودي وبدأ يسأل عن مكان التنين الشرير لكن فجأة كانت هطوع عليه صخرة كبيرة لكن الجنرال قدرت انها تنقذه وطبعا لانه اعجب بقوتها جدا طلب منها يكون تلمزها وبدأ معاها تمارين صعبة جدا وبيفضل يتحمل اودي كل ده علشان يقدر ينقذ لنزي من التنين الشرير وفجأة التنين ولنزي بيتم مهاجمتهم من 3 لصوص وبيطلب التنين من لنزي متهاجمهمش الاول وانه هيحاول يخرجهم من الموقف ده لكن قطاع الترك الجشعين اصروا يبيعوا الاتنين في السوق السودة وعلشان كده التنين غضب وامر لنزي تضرب قائدهم فضربت قائدهم ضربة واحدة بس خلته يطير والاتنين التانيين خافوا جدا منهم بعدها اخذوا اللصوص لكهف علشان يسجنوهم وبمجرد وصولهم لاحظ التنين ريفندا وجود كهف تاني ولما بيطلب التنين ريفندا من لنزي تاخد اللصوص للكهف علشان تسجنهم بيتجه هو للكهف التاني وهو متحمس جدا لكنه راح واقع في حفرة في الطريق ولما بيفتحاني فجأة بيلاقي عزم جمجمة وكمان بيلاقي روح سوداء بتتحرك وده اللي خوفه جدا وبيحاول يجري ويهرب لكنه بيعف فخ وساعتها لاحظ ان الروح في الحقيقة بتحاول تحميه من الفخ ومش بس كده دي حاول التهديه كمان وتحميه لأ وكمان بتعرض عليه طعام طفح وعشب وبيقوله الروح انه كان عايش في السلام مع البشر وكان بيعلمهم الصيد لحد ما البشر استغنوا عنه وما بقوش محتاجين له خلاص ومع مرور الزمن بقى وحيد وبقاله كورون مش قادر يسيب الحفرة دي اطلاقا لانه ما يقدرش يسيب الحفرة دي الا لو علم اي حد الصيد وعلى الرغم من ان التنين متأكد انه مالوش اي فايدة لكن الروح اصر يعلم التنين الصيد وقاله انه يعلمه الصيد في 3 ساعات فقط وبيبدأوا بالتدريب البدني وده الدرس الاول فطلب منه الروح انه يعمل 200 تمرين لكن التنين فجأ انه هو فاشل جدا ومقدرش يعمل اي حاجة اطلاقا بعدها طلب منه الروح انه يتوازن بنفسه على جزع الشجرة ويعبر الوادي كتمرين توازن ليه لكن وزن التنين كان تقيل جدا على جزع الشجرة فوقع كذا مرة وكل مرة يعلمه درس كان بيفشل في جميع الدروس حتى الرماية والقتال ضد ارنب لحد ما حل الليل وهو لسه معلموش اي حاجة وعلى رغم من فشل التنين المتكرر لكن الروح كان عايزه ينجح واخر حاجة لجأ لها الروح انه اعطاله تعويزة تخلي مخالبه اقوى وبعدها نام التنين وبيصحى لقى نفسه رجع تاني لمكان لنزي وقالت له لنزي انها لقيت مدينة اخرى اسمها سليانة وده مكان مليه بالسلام والناس مسلمين هناك جدا وبيحميها القديسة وبتقول لنزي لازم يوصلوا لها قبل وصول ملك الشياطين للمدينة دي والتنين كل اللي بيفكر فيه انه هم يلاقوا مأوى او نزل يعودوا فيه لانه تعب جدا ولما وصلوا للمدينة لحظة لنزي حاجز حوالين المدينة واللي بتحرصوا هي قديسة الماء وفجأة بيسمعوا صوت قديسة الماء بتنادي على التنين الشرير وبتحذروا من دخول المدينة حتى لما حاول يشرح الامر اليها رفضت قديسة الماء انها تسمعوا ولكن فجأة بيكتشف التنين ان الصوت اختفى والحاجز بيتلاشى وكان على ما يبدو ان لنزي هي لخوفة القديسة وده بسبب انها محترمتش معالمها التنين واستعملت سحرها ضده والاتنين دخلوا المدينة لكن المواطنين كانوا خايفين جدا بعد ما شافوا التنين على الرغم من صغر حجمه وفضل يمثلوا الاتنين انهم جايين المدينة كجزء من فريق عمل كبير بيشتغلوا في السرق وبيشرح ليهم واحد من المواطنين ان مدينتهم دي الاول كانت عبارة عن صحراء والارض دي كانت قاحلة جدا وبعد فترة بدأ يوصل للمدينة عدد كبير جدا من الناس لحد ما بقت المدينة بالشكل ده وبعد ما سمع الاتنين القصة طلب التنين ريفندا من لنزي انها تفضل في الغرفة وهو هيروح يزيل سوق الفهم مع القديسة في الاسناء دي قديسة الماء استخبت في كاس مية علشان خايفة من التنين الشرير لكنها اتفاجت ان التنين اللي خايفة منه عطشان وعايز يشرب من المية اللي هي مستخبية جواها وعلى الرغم انها كانت بتستخبها وبتهرب من مصدر مية للتاني لكن التنين ريفندا بيفضل يلحقها وطبعا بعد كل التعب ده اصبح التنين جعان وعطشان وبعدها بيقابلوا مجموعة من الاطفال وعرضوا عليه فكهة لكن القديسة ظنت انه عايز يأكل الاطفال فطلعت من المية بسرعة علشان تدفع عنهم فقال لها انه عايز بس يرجع للنزل اللي كانوا فيه فوفت القديسة على انها ترجعوا للنزل بس بشرط يغدروا المدينة في اسرع وق وبعدها خادته للنزل فقال لها التنين بتنساش ترجع الحواجز حوالين المدينة ولما بيرجع التنين للنزل بيكون سعيد جدا لما بيلاقي لنزي في الغرفة وانها سمعت كلامه وسألها ليه ما تروحش تلعب مع الاطفال في المدينة في الغد فقالت له انها مشغولة جدا بالتفكير لان ممكن تكون قديسة المية هي في الواقع شطان بيقدر يتلاعب بالمية والطين لكن التنين تجهل كلامها لانه اكتشف ان القديسة بنت طيبة جدا ونام الاتنين بسلام لكن خارج المدينة بيظهر تنين شرير حقيقي وطبعا ولاءه الملك الشياطين واخلال ملاحظته لمدينة سليانة قدر يلاحظ ضعف الحاجز فقرر مهاجمة المدينة في الغد وتاني يوم القديسة بتتنكر في زي الخادمة علشان تقنع التنين ريفندا ان يترك المدينة بسرعة ولما بتقدم له فواكب فزدة خل لنزي تتعصب جدا وبدأت في مهاجمتها لانها كده بتهين معلمها فغضب التنين ريفندا من تلمسه لنزي ده غير انها استخدمت قواها بتهور وبتفضل لنزي حزينة من كلام معلمها جدا فقال لها المعلم تطلع للخارج وتلعب مع الاطفال اللي في المدينة واول ما بتمشي لنزي اتوجه ريفندا للقديسة الماء علشان يزيل سوء الفهم ما بينهم راحت محاصرها تحت المية علشان تحاول تغرقه في الاسناء دي بتتلغبت لنزي جدا لما الاطفال بيسألوها عن التنين اللطيف اللي معاها السغنون لانها بتعتقد ان معلمها كبير وشرير وقوي وده اللي خلاها تظن ان فيه تنين تاني صغير ولطيف وحاولت تدور عليه علشان تلعب معاه فجأة المدينة بيتم الهجوم عليها من التنين الشرير فقربت منه لنزي على اساس انه التنين اللطيف اللي اتكلم عنه الاطفال وطلبت تلعب معاه فوافق التنين الشرير انه يلعب معاها وكمان يتبرزوا سوا لكن المفاجأة انها بترفعه وبترميه زي الكورة وبتفضل تسحب فيه منديله وتخبطه فحسب باللي حصل ده قديسة الماء وعلشان كده تم تعطيل تعوزتها واللي تنين بيقعوا لكن بفضل المخالب السحرية اللي الروح عطتها الريفيندا قدر انه يتم انقاذه ولكن لما قال القديسة الماء انه ما عندهش قوى وانه ضعيف واستخدمت كل قواها في عمل فخي ليه علشان يمتص سحره والحصن الحظ ان التعويز امتصت تأثير التقلص لحجمه وده اللي خلى حجم التنين الريفيندا يرجع تاني لطبيعته وده اللي خلاهم يطلعوا للمدينة عن طريق نفورة المية وبتفضل قديسة المية تعايت لانها باعتقدها انها فشرت في اداء واجبها علشان تحمي مدينتها لكن التنين الريفيندا ذكرها بانها قدرت تحمي مدينتها الاعوام كتيرة جدا وده اللي خلاها تستعيد طاقتها وتحاول ترجع تاني تحمي المدينة لكن فجأة بيظهر لها شيء مظلم خلاها تتجمد مكانها وبدأت تخرج كل طاقتها المظلمة وبدأ الظل المظلم يفكرها بكل ماضيها السيء لما كانت شريرة وخلاها ترجع لطبعتها الشيطانية لكنها بتصرخ لانها مش عايز البشر يعانوا بسببها وبدأت تخرج قوتها من الطين والمية وبدأت تخارج قوتها من الطين والمية وبدأت تخارج قوتها من قوتها الطينية شكروا على انها منحت ارضهم اخيرا الخصوبة اللي يقدروا يزرعوا بيها لكن فضرت قوتها الشريرة تسيطر عليها اكتر فخلتها تكون قرة طينية ضخمة فحس التنين ريفيندا بالخطر انها رجعت تاني تعيط على اللي هي عملته وانها كانت جزء من جيش ملك الشياطين وفضل يصخر منها الباقي واعتبروها ضعيفة فقررت تسيبهم ساعتها وتمشي وبدأت تحاول تساعد الجميع علشان تشعر بوجودها ولما لقيت ارض صحراء حاولت تعمرها وساعتها لقيت مجموعة من البشر الجائعين فحاولت تثبت لنفسها ان قدراتها قوية وبدأت تخرج قوتها واتطلع لهم المية وبدأت تخارج قوتها واتطلع لهم المية نرجع للحاضر وريفندا الان على القديسة وطلب منها تنظر حواليها وتشوف عدد الناس الكتير اللي ساعدتهم وتبص على اللي هي وصلت لي مش اللي كانت عليه فده خلى قديسة الماء تسيطر على قوتها الشيطانية لكن القوة الشريرة اللي سيطرت على قديسة الماء بسرعة تركت جسدها وانتقلت لجسد التنين ريفندا وده علشان تسيطر عليه وبكده انتهى القسم الاول من أنيمي ريفندا